في المجموعة المجموعة الثانية حقق منتخب مدغشكر قبرى مفاجآت البطولة حتى الآن بالفوز على نيجيريا بهدفين نظيفين وغينيا كمان فازت على بورندي 2-0 ومدغشكر اتأهل أول مجموعة برصيد 7 نقاط ونيجيريا تاني مجموعة 6 نقاط وغينيا 4 نقاط بورندي دون نقاط منتخب غينيا في طريقه للتأهل كأحسن توالد النهاردة حتقام أربع مباريات في المجموعة الثالثة حيتقابل السنغال مع كينيا وحيلعب منتخب الجزائر مع تنزانيا وفي المجموعة الرابعة حيلعب نبيميا مع سهل العاج وحيلعب جنوب أفريقيا مع المغرب يعني مباراة ضرب نار بعد استعراض نتائج الأمس في ختام مباراة المجموعتين الأولى والثانية